بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على صلاته ثم سلام الله وعلى صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الأول الثانوا بالمعاهد الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع مذل التوحيد وموضوع حلقة اليوم الحكم وأقسامه كنا أبناء وبنات تكلمنا في الحلقة السابقة عن ما يجب على المكلف وقلنا أن الناظر رحمه الله قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب وقلنا أن الواجب على المكلف المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه ومعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل الكرام وقلنا بأن المرب المعرفة معرفة صفات الله وليس معرفة ذات الله وأكدنا على ذلك وقلنا الأدلة على ذلك ثم تكلمنا عن طريق وجوب المعرفة أن المعرفة واجبة بالشرع عند الأشاعرة بالعقل عند المعتزلة وبالعقل عند الماتريدية لكن على معنى مخالف ومغير لما ذاب إليه المعتزلة فتكملة النظم نجد أن النظم يقول فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب يعرفه لله والجائز والممتنع الجائز ومثل ذا لرسله فاستمعا يبقى حلقة اليوم نتكلم عن أقسام الحكم الحكم بصفة عامة نجد أنني عندي حكم شرعي في حكم عقلي في حكم عادي والذي يخصنا في هذه الأحكام هو الحكم العقلي لأنني أستخدم الحكم العقلي في إثبات العقيدة أنا أريد أن أدلل أو أثبت وجود الله سبحانه وتعالى أو بجاد الإنسان ملحد فالملحد هذا أخاطبه بالعقل ولا بقال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول مع المسلم اللي زيه لكن الإنسان الملحد أو الكافر عموما يحتاجه في إثبات العقيدة أو في عرض العقيدة عليه الحكم العقلي واستخدام العقل هيا نرى أولاً المراد بالحكم وأقسام الحكم ثم نستعرض أقسام الحكم العقلي هيا بنا أبنائي وبناتي الحكم وأقسامه ما المقصود بالحكم وما أقسامه مع التمسيل الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بتثبت أمر لأمر أو تنفيه عنه مثال قولنا محمد ناجح ولماء المنطق ومشيخنا بيقولنا أني هذه تسمى عندهم قضية موجبة أثبتنا فيها الأمر الثاني اللي هو إيه؟ النجاح للأمر الأول اللي هو مين؟ محمد محمد ناجح أما لو قلنا محمد ليس بناجح فقولنا هذا يسمى عندهم قضية سالبة سلبت ونفيت النجاح عن محمد يبدو قضية سالبة سلبة نفت النجاح من؟ عن محمد فتسم الحكم إثبات أمر لأمر النجاح لمحمد أو نفيه عنه إثبات عدم أو نفي أو سالب النجاح من؟ عن محمد ده الحكم بصفة عامة إيه أقسام الحكم؟ ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام عندي حكم يسمى الحكم العقلي وحكم يسمى الحكم الشرعي والثالث الحكم العادي يبقى عقلي شرعي وعادي طيب عايزين نعرف كل واحد من هذه الأقسام فالحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على تجربة أو حكم الشرع ده الحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على حكم الشرع ديني مثال الكل أكبر من الجز الكل أكبر من الجز طيب ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أنه في مجال إثبات العقيدة أود أن أفرق أو أعطي أحكاماً معينة فهناك أحكام تصدر مستندة إلى الشرع ده اسم حكم شرعي يقولي ده حرام ده واجب ده مكروه وهناك أحكام تصدر عن طريق العقل العقل هو اللي بيدي الحكم فيها مباشرة وهناك أحكام تصدر عن طريق التجربة والعادة ده اسم حكم عادي طيب أولاً إيه هو الحكم أصلاً؟ قال الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بتثبت شيء لشيء أو تنفيه عنه ويداك مثال قال لك محمد ناجح محمد ناجح فدي اسمها في المنطق عندنا بسموها قضية بس قضية موجبة ليه؟ دي أنك أنت أوجبت وأثبت أثبت النجاح المين؟ لمحمد يبقى إثبات أمر اللي هو النجاح لأمر اللي هو محمد ده اسم قضية ده اسم قضية إيه؟ ده اسم حكم الحكم اللي صدر مني ده ممكن يكون جبته عن طريق العقل جيه عن طريق الشرق جيه عن طريق العادة والتجربة فقال لك الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بس عن طريق دون توقف عن تجربة ولا حكم الشارع ده عن طريق العقل يبقى هنا حكم مستند لإيه؟ للعقل جيه لي مثالة سيدنا أولاً يتقول لك إيه؟ الكل أكبر من الجز معروف يعني هو لازم الشرع اللي يقولي أو العادة والتجربة لا ده ده اسمه حكم إيه؟ حكم عقلي جيه تقول لك مثلاً الولد أصغر من أبيه إيه حكم القضية دي؟ أه معروف هذه قضية حكمت فيها بالعقل العقل بيقول إن الولد أصغر من أبيه الواحد نصف الاثنين وهكذا إذن هذا حكم حكمت به على هذه القضية مستنداً لإيه؟ للعقل إذبات أمر لأمر أو نفيوه عنه استنداً للعقل غير مستنداً عن تجربة ولا على حكم الشارع طيب عندما أقول الصلاة واجبة الحج واجب طيب يا ترى العقل دي قال إن الحج واجب طيب الخبرة والتجربة لا ده ده حكم ثبت عن طريق الشارع يبقى الحكم الشارعي إيه مولانه؟ إذبات أمر لأمر أو نفيوه عنه استناداً إلى القرآن الكريم أو السنة النبوية القرآن الكريم أو السنة النبوية ده بالنسبة لحكم الحكم الشارعي هيا نتعرف على أمثلة أخرى عن الحكم الشارعي الحكم الشارعي هو إذبات أمر لأمر أو نفيوه عنه بس عن طريقه استناداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة استناداً إلى القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة كقولنا حج البيت الحرام واجب على كل مسلم هنا أنت قلت أن الحج واجب أو جبت الحج عن طريقه العقل ولا العادة لا عن طريقه الشارع أما الحكم العادي فهو إذبات أمر لأمر أو نفيوه عنه استناداً إلى العادة والتجربة هنا أنا قلت الحكم بس معتمد ومستند إلى العادة والتجربة زي ما قوليه كقولنا يقطع السكين يقطع السكين اللحم السكين بيقطعه اللحم أو اللحم يقطع بالسكين أو زي ما قول الغذاء الجيد يقوي وينمي البدن يبقى العبارة نقول تهدي حكمت على إن السكين بتقطع اللحم عن طريق الشارع ولا عن طريق العاقل لا ده عن طريق العادة والتجربة يبقى تتوقف الحكم هنا على تجربة وعادة وعادة فسمنا حكمي عادي السؤال المهم في الحلقة ما الذي يهمنا من الأقسام الثلاثة في دراسة العقيدة أنا علمتني في أحكام عقلية وفي أحكام شرعية وفي أحكام عادية اللي همني في دراسة التوحيد والعقيدة والمنطق الحكم العقلي لأن الحكم العادي له اتصال وثيق بالكونيات وسنن الله فيها وما يجريه البشر عليها من التجارب وما يستفاد منها بالتكرار ده بالنسبة لحكم العادي والذي يهمنا في دراسة علم العقيدة هو الحكم العقلي وأقسامه اللي همني في دراسة التوحيد والمنطق والعقيدة الحكم العقلي وأقسام الحكم العقلي ليه مولانا لو جف المتحان وقال لك علل تقول لأنه يتوقف عليه الكثير من مسائل علم التوحيد وعلم العقيدة فمثلا وجود الله تعالى واجب عقلا وإرسال الرسل جائز عقلا ووجود شريك الباري مستحيل عقلا يبقى نهين اللي همني الحكم العقلي ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أنه قلنا الحكم العقلي إذبات أمر لأمر أو نفيه عنه استنادا إلى العقل لكن لو أثبت أمر لأمر أو نفيت عنه عن طريق الشر مستنى للقرآن والسنة فأنا قلت مثلا الصلاة واجبة فالوجوب هنا استنتف حكم على النهى واجبة يعني إيه على إيه على الشر الكتاب والسنة طيب في حكم بيصدر مني مش الشرع اللي جابه أو الحكم العقلي اللي حكم به ده التجربة والخبرات المتراكمة هي اللي خليتني أصدر هذا الحكم زي ما قلت تقطع السكين والله الحكم هنا حكم عقلي ولا حكم شرعي ولا حكم عادي ده حكم عادي تعلق بالعادة والتجربة قالت لي إن السكين بتطع الله طيب أنا قالت الحكم العقلي والشرعي والعادي اللي يهمني في دراسة العقيدة والتوحيد ايه قال والذي يهمنا في دراسة العقيدة هو الحكم العقلي لأن الحكم العادي ده متعلق بسرن الكون وما يحدث فيه وما يحدثه ويجريه البشر على هذا الكون التجربة والعادة هي اللي بتحكم لكن في دراسة العقيدة يهمني الحكم العقلي ليه لإني لازم أو بيتوقف عليه الحكم العقلي ده كثير من مسائل العقيد أول مقل مثلا إيه معرفة الله أول مقل مثلا إرسال الرسل حكمها إيه ما أقولش بقى الشرع والعادة أنا أبو خاطب الآن إنسان ملحد إنسان كافر وليد أن أثبت له وجود الله سبحانه وتعالى فوجود الله سبحانه وتعالى أثبت له عن طريق الشرع أقول له قال الله قال الرسول يقول لي ما نجد أنا معرفش إذا هو مش مؤمن لا بالله ولا بالرسول فبالتالي الحكم الشرعي هنا مش هيفيدني في حاجة في مخاطبة لهذا الملحد وما لإيه اللي يجدي نفعا معه الحكم العقلي أثبت له بالعقل وجود الله سبحانه وتعالى أثبت له أستاذ الرسل وهذا أمر مواجب عقلا ولا جائز عقلا وما شبه ذال أريد أن أثبت له عدم وجود شريك لله يبقى عايز الحكم العقلي المستحيل الحكم العقلي أثبت له استحالة الحكم إيه؟ هذا الحكم استحالة وجود شريك لمين؟ لله فإيه هو الحكم العقلي؟ ويا ترى ما أقسام هذا الحكم طبعا علمنا في الحلقة أن الأقسام الحكم العقلي الواجب والجائز المستحيل وكما قال سيدي أحمد الدردير أقسام حكم العقلي لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز الثالث الأقسام فافهموا نحتل الذة الهام يبقى عندي أقسام الحكم العقلي ثلاثة واجب عقلي جائز عقلي مستحيل عقلي هيا نرى تفصيل هذا الكلام أبنائي وبناتي السؤال يقول عرف الحكم العقلي ثم اذكر أقسامه معرفا كل قسم عرف الحكم العقلي ثم اذكر أقسام الحكم العقلي وعرف كل قسم مع التمثيل الحكم العقلي يا أبنائي هو إذبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل لكن لو الشرع يبقى شرعي لو العادة يبقى عادي لكن هنا بواسطة العقل للحكم العقلي أقسام ثلاثة أولا الواجب العقلي وهو الأمر الثابت الذي لا يتصور العقل انتفاؤه يبقى ده أمر ثابت العقل ما يتصورش أنه مش موجود ده اسمه الواجب العقلي وهو قسمان واجب ضروري وواجب نظري أما الواجب الضروري فهو الذي يدركه كل إنسان بغير نظر ولا جهد ولا استدلال زي ما أقولي مثلاً صغر الولد في السن عن أبيه صغر الولد في السن عن أبيه ده واجب عقلي العقل بالكده يجب ذلك كون الواحد أقل من الاثنين أما الواجب النظري فهو ما يصل الإنسان إليه بعد النظر والتفكير ويحتاج إلى دليل عايز دليل زي إيه الحكم على العالم بأنه حادث الحكم على العالم بأنه إيه حادث ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أنه اللي هي من ذلك العقيدة الواجب الحكم العقلي وقال بأن الحكم العقلي أقسام في واجب عقلي في جائز عقلي في مستحيل عقلي وكل واحد من الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري يعني إيه ضروري ويعني إيه نظري ضروري يعني حكم بيثبت بداهة لا يحتاج لا إلى نظر ولا بحث ولا دليل أولا مثلا إيه الواحد نصف الاثنين الولد أصغر من أبيه طبعا ده بالبداهة ندرك ذلك لا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى نظر ولا إلى استدلال فالتأسمنا إيه ضروري بديهي لكن الحكم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث وتأمل مثال بسيط لذلك قال بأن الواجب العقلي هو الذي الواجب العقلي الأمر الثابت الذي لا يتصور العقل انتفاؤه يعني العقل ما يحكم أنه لازم يكون موجود ما يتصورش أنه يكون جير موجود زي إيه أول ما أقول لك الولد أصغر من أبيه العقل بيوجب ذلك يبدأ حكم إيه واجب عقلي المستند أحكمت على الواحد بأنه أصغر من أبيه عن طريق إيه العقل قال لك طب ضروري ولا نظري لو أدركت ذلك بداهة ما احتاجش إلى جهد وإلى تعب وإلى نظر واستدلال ودليل يبقى ضروري احتاج إلى نظر واستدلال وبحث وتأمل يبقى ذا اسمه واجب عقلي نظري مثال بسيطة فرق بين النظري والضروري أول ما أقول الواحد ونصف الاثنين نصف الاثنين يبقى دا واجب عقلي ضروري ولا نظري ضروري يعني بديهي إن الواحد نصف الاثنين أي حد ما يعرف إن الواحد نصف الاثنين طب أقول لك مثلا الجزر التربيعي لستة على ستة يسوي اثنين في ثلاثة مربع إيه دا مولانا اثبت للكلمة دي يبقى دا آه عايز أصدر فيها حكم واجب عقلي بس يحتاج إلى جهد وتعب ونظر واستدلال الجزر التربيعي مش عارف لكام على كام دي عايزة نظر يعني عايزة نظر يعني عايزة بحث واستدلال يبقى الضروري بديهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا جهد ولا تعب يدرك الإنسان بداهة النظري يحتاج إلى جهد وتعب واستدلال وبحث ونظر وتأمل طيب دا بالنسبة للواجب العقلي ضروري ونظري التاني قال لك هو اسمه المستحيل العقلي والجائز العقلي هاي نتعرف على هذه الأقسام المستحيل العقلي هو ما لا يتصور في العقل وجوده يعني مستحيل العقل يتخيل وجوده وهو قسمه ضروري برضو ونظري مستحيل ضروري ومستحيل نظري مثال المستحيل الضروري خلو الجسم من الحركة والسكون خلو الجسم من الحركة والسكون يبقى تقول الجسم ده لا متحرك ولا ساكن في نفس الوقت موجود وغير موجود ده أمر مستحيل الابن أكبر من أبيه مستحيل ضروري يدرك بداهة يعني السماء تحتنا والأرض فوقنا يبقى أنا أصدرت حكم إن ده مستحيل إن السماء كنت تحتنا وارض فوقنا وده يدركه العقل بداهة فهذا أمر ضروري لكن المستحيل النظري أولاك وجود شريك لله ده مستحيل بس لازم أثبته بالدليل والنظر والبحث الكذب والخيانة بالنسبة للرسل ده أمر مستحيل نظري مستحيل نظري يعني يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال أما الجائز العقلي فأستطيع أن أقول بأنه هو الذي يفيد الثبوت تارة والعدم تارة أخرى ده الجائز أيضا هناك جائز ضروري وهناك جائز نظري ما هو الجائز الضروري؟ الجائز الضروري كالحركة أو السكون للجسم الحركة أو السكون للجسم أما الجائز الضروري كجواز تعذيب المطيع وجواز إثابة العاصي جواز تعذيب المطيع وجواز إثابة العاصي ده جائز ضروري اسمه جائزه ضروري ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أنه زي ما قلنا فيه واجب عقلي فيه أيضا حاجة اسمها مستحيل عقلي يعني إيه مستحيل عقلي؟ يعني لا يتصور العقل وجوده لا يتصور العقل إيه؟ وجوده يعني العقل لا يتخير صور وجوده زي ما مثلا إيه؟ الولد أكبر من أبيه العبارة دي كحكم مستحيل أن الولد يكون أكبر من مين؟ من أبيه فأدركت ذلك وحكمت على هذه القضية بناء على بحث ونظر واستدلال ولا من غير جهد ومن غير تعب؟ لا يبقى ده بداهة يبقى ده حكم ومستحيل عقلي ضروري يدرك بداهة الولد أكبر من أبيه ده مستحيل أو مثلا السماء تحتنا والأرض فوقنا يبقى القضية دي أحكم عليها بأنها ده أمر مستحيل طب حكمت عليها كده حكم عقلي بأن ده أمر مستحيل محتاج نظر واستدلال وبحث لا يبقى ده حكم مستحيل عقلي ضروري بديه طيب أول ما أقول يستحيل وجود شريك لله طبعا وجود شريك لله ده أمر مستحيل يبقى وجود شريك لله حكمت بأنه ده أمر مستحيل العقلي قال لي كده طيب بس هذا الأمر يريد في إثباته إلى جهد ونظر وتأمل واستدلال يبقى ده أسمع مستحيل العقلي نظري يحتاج إلى نظر وبحث واستدلال الجائز العقلي الجائز العقلي هو الذي يفيد ثبوت تارة والانتفاء تارة أخرى فمثلا عندما أقول أنا عندي جائز ضروري عن جائز نظري برضو نفسي التقسيم طاعته للواجب والمستحيل الحركة والسكون للجسم أو هذا الجسم متحرك جائز إن الجسم يتحرر هذا الجسم ساكن أمر جائز برضو إن الجسم يكون ساكن مع المتحرك فهو يقبل الثبوت تارة والانتفاء تارة أخرى طيب عندما أقول نحن نعرف طبعا تعذيب العاصي وإثابة الطائع لكن أما أقول لك مثلا يجوز في حق الله إن يعذب الطائع و يعقل يعذب الطائع ويجازي ويدخل العاصي الجن والله ده أمر جائز بس عايز أثبته عشان هو غريب شوية عني يحتاج في إثباته إلى نظر وبحث واستدلال طيب دي كده أقسام الحكم العقلي واجب جائز مستحيل وكل منهم ضروري وبديهي ضروري بديهي يثبت من غير جهد ولا تعب ولا نظر واستدلال ونظر يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال هيا نرى ما يهمنا في هذه أو من هذه الأحكام هيا بنا ما معنى كون الوجوب والاستحالة والجواز أحكاماً عقلية أي أنها لازمة لما حكم له بها يعني حكمنا على الولد بأنه أصغر من أبيه يبدأ أمر لازم لأنه هيكون كده أصلاً لا تقبل التخلف عنه ولا الانفكاك ولا الانفكاك ونريد أن ننبه أن العقل الإنساني هو الذي يبحث وهو الذي يحكم وعلى أساسه أو على أساس هذا الحكم تبنى النتائج يبقى العقل الإنسان هو بيبحث يدور ويستدل ونحكم بناء على هذا وعلى هذا الحكم تبنى النتائج والتنبيه الثاني أنه لا مجال هنا في إذبات العقيدة للتقليد ولا للوراثة ولا للعادات ولا للأهواء ولا للشهوات يبقى في أمر العقيدة في إذباتها لا يستطيع للتقليد وفقط ولا للأمور الوراثية والعادات ولا للأهواء ولا للشهوات إنما المجال مجال العقل السليم الحر ولذلك نسبنا الوجوب والجواز والاستحالة إلى العقل ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أنه معنى كون الوجوب والاستحالة دي أحكام عقلية يعني هي لازمة لما حكم له به حكمت بإن الواحد نصف الاثنين حكمت بأن يستحل وجود شريك لله سبحانه وتعالى فده أمر لازم بالنسبة لي والعقل الإنساني هو اللي بيحكم هنا وبناء على هذا الحكم تبنى النتائج خاصة في مجال العقيدة فمجال العقيدة وإثبات العقائد وإثبات وجود الله أو نفي الصفات السلبية عن الله أو نفي مثلا الصفات التي تنقص من حق الله سبحانه وتعالى فده أمر يحتاج إلى العقل العقل الإنساني هو الذي يبحث وهو الذي يحكم وعلى هذا الحكم تبنى النتائج ولا مجال في إثبات العقيدة للأهواء بيش بهوايا أحكم ولا الأمور الوراثية ولا للوراثة ولا للشهوات ولا كذلك للتقليد التقليد اتباع أمر غير ونتكلم في حق القديمة عن إيمان المقلد لكن فد العقيدة يعني من المتوامل المفترض أن يكون إثبات العقيدة يستند إلى العقل فإذنك قلنا بأن الأحكام العقلية هي الوجوب والجواز والاستحالة أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب فالجواز ثم الاستحالة هكذا أبنائي وبناتي نقولوا قد انتهينا من هذه الحلقة أدعو الله تعالى أن يحبكم ويعزكم وبهذه الحلقة ينفعكم والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر